والآن موعدنا مع وقفتنا الاقتصادية للسدسة باقى من أخبار المال والأعمال بصحبة محمد عبدالله إليك محمد شكرا محمد وشكرا سارة ونتحول بحضرتكم إلى متابعة الأهم الأخبار الاقتصادية محليا وعربيا وعالميا أهلا بكم يشارك البريد المصري في منتدى الأعمال البريدية الذي ينظمه الاتحاد البريدية الأفريقية الشامل بالمدينة الأوشة بتنزانيا وعلى هامش عمال الجلسة الحادية والعربعين لمجلس إدارة الاتحاد البريدية الأفريقية الشامل تم عقد منتدى الأعمال البريدية للمدربين التنفيذيين للمؤسسات البريدية الأفريقية وكذلك منتدى وزراء الاتصالات الأفريقية وقام البرد المصري باهداء صالون فرعوني صنع في مصر تم ساهمة في تأسيس مقار الاتحاد الجديد الذي سيتم افتتاحه بمدينة إيروشا تنزانيا في الثاني من سبتمبر المقبل بحضور رئيسة جمهورية تنزانيا سميا حسن شاهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واربورت ميرسيك أوغلا رئيس مجلس إدارة مجموعة إي بي مولر ميرسيك الدنماركية شهد توقيع اتفاقية تمديد التعاون الثنائي في مجالات التدريب والتحول الأخضر يأتي ذلك على همس زيارة ربيع للدنمارك حيث بحث الجانبان التعاون في مجال بناء القاطرات البحرية وإعدة تدوير السفن وارب ربيع عن اعتزازه بخصوصية العلاقات المشتركة التي تجمع الجانبين مؤكدا حرص الهيئة على دفع العلاقات الثنائية نحو أفاق أرحب واستثمار العلاقات الممتدة لتحقيق المصالح المشتركة وخدمة المجتمع الملاحي الدولي من جهتها شهد رئيس الشركة الدنماركية بجهود هاية قناة السويس نحو تعزيز دورها المحوري من خلال دفع العلاقات المشتركة مع كافة الأطراف الفاعلة في مجال المجتمع الملاحي الدولي أكد وزير البترول وفروة المعدنية طريق الملة أن التحديات التي واجهت شركة الأسكندرية الوطنية للتكليل والبيترو كيمويات تم التغلب عليها من خلال تنفيذ رؤية واضحة للمستقبل تبنت تنفيذ خطة توسعية للوحدات الانتاجية وأيضا خطة مستقبلية طموحة مشهدا بالنتائج الجيدة التي تحققت خلال العام المالي 2022-2023 نتيجة الجهود المخلصة للعاملين بالشركة والتنصيق الكامل مع هيئة البترول في إطار استراتيجية متكاملة للوزراء جاء ذلك خلال جولة وزير البترول لمتابعة أعمال التطوير والتوسعات وزيادة الطاقة الانتاجية بمشروعات تكليل وتصنيع البترول وتفقد الوزير شركة الإسكندرية الوطنية للتكليل والبيترو كيمويات للأقوف على تقدم المشروعات الجديدة الجارية والمنفذة لرفع كفاءة الأداء وزيادة الانتاجية خاصة من البنزين عالي الأكاتين أنهت البوصة المصرية تعاملات جلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شرائم من المتعاملين العرب والأجانب بينما مالت التعاملات المصريين للبيع وسط دولات تجاوزت 3.3 مليار جنيه وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.2.76 تريليون جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 3 من 10 بالمئة ليغلق عند مستوى 18.873 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 44 من المئة بالمئة ليغلق عند مستوى 3829 نقطة أما مؤشر جي اكس 100 ارتفع بنسبة 22 من المئة بالمئة ليغلق عند مستوى 5597 نقطة في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات بالولايات المتحدة تزايد انفاق المستهلكين الأمريكيين في يوليو وتراجع طلبات أعانة البطالة ما يحيي الأمال في أن البنك المركزي الأمريكي ربما ينهي دورة تجديد النقدي وصعدت العقود الأجلة لخام برينت تسليم أكتوبر بنسبة 94 من المئة بالمئة لتصل إلى 86 دولارا و 67 سنة للبرميل وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.6 مع 10 من المئة بالمئة لتصل إلى 82 دولارا و 58 سنة للبرميل بينما تراجعت أسعار المزد عالميا بنسبة 2 من المئة بالمئة لتصل إلى 3 دولارا و 4 من المئة سنة لكل مليون للتر وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.668 من المئة بالمئة لتصل إلى دولارا و 74 سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية صعد المؤشر نيكي الياباني لرابع جلسة على التوالي مع عودة المستثمرين لشراء الأسهم المتعثرة المرتبطة بالنمو وارتفع مؤشر نيكي 88 من المئة بالمئة ليغلق عند مستوى 32.619 نقطة وصعد المؤشر توفاكس الأوسع نطاقاً 8 من المئة ليصل إلى 2332 نقطة نهاية أخبار الاقتصاد من جديد أعود إلى سارة ومحمد شكراً لك محمد